يقول السائل هل المرأة ناقصة عقل و دين طبعا هذا السؤال يعني يدندن عليه كثيرا وللأسف بعض الناس الذين لهم أخراض سيئة يعني ربما انتهوا من جميع القضايا أو لم تبقى قضية إلا قضية المرأة ناقصة عقل و دين أو غير ناقصة عقل و دين ونتغافل عن القرآن الكريم وما حواه من رفع شان المرأة وتعرضي مقدرها وإعطائها حقوقها كل هذه الآيات الكثيرة والأحاديث أيضا نبوية الكثيرة وتطبيق المسلمين المرأة المسلمة بحمد الله عز وجل حتى في تطبيق المسلمين ما نالك إلا العزة والاحترام والتقدير سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا فالمرأة يجب عليها أن لا تتنكر لذلك ويجب لها أن لا تنصاع لأصوات شاذة تأتي من هنا أو من هنا ظاهرها الرحمة أو باطنها الرحمة وظاهرها من قبلها العذاب لا وإنما يجب أن تحتكم إلى القرآن وإلى السنة وإلى تطبيق المسلمين وهو موجود بين يديها ولا يخفى عليها فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل و دين وهو حديث صحيح له سياق معين وقيل في نقطة معينة ولا يعني ذلك لا تحقيرا ولا تقليلا ولا تنقيصا من المرأة وإنما ينبغي بل يجب أن يفهم هذا الحديث في ضوء الآيات ولا حديث الكثير جدا التي تعطي المرأة حقها كاملا غير منقوص يكفي أن في القرآن لا يوجد سورة سورة الرجال بينما يوجد في القرآن سورة اسم سورة النساء توجد سورتان باسم سورة النساء النساء الكبرى والنساء الصغرى ليس سورة الطلاق فسورة مريم بكاملها باسم امرأ فالآيات القرآنية التي تحث وتوصي بالوالدين وتبدأ بالأم حقوق الزوج وعاشرهن بالمعروف حق البنات وتوبيق المشركين على نفنهن أحياء الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في ذلك الجمع يقول استوصوا بالنساء خيرا والحاصل الأدلة في ذلك كثير لا مجال الآن لذكرها أما الحديث ناقصات عقل ودين فالرسول صلى الله عليه وسلم هو نقص نسبي يعني مقارنة بين نقطتين فهو نقص مثلا في التذكر عندما قال أليست شهادتها على نصف من شهادة الرجل هذه طبيعة فطرة الرجل مفطور على قوة الذاكرة أي تذكر الأشياء بينما المرأة فطرت على أنها لا تتذكر بنفس درجة تذكر الرجل وهذا أمر نسبي وهذه ميزة في المرأة يعني الصورة ما تكتمل أنت لو قبت ورسمت صورة كلها بالأحمر ستكون جميلة كما لو خلطت بين لونين يعني لو كان كل الرجال والنساء على مستوى العقل من العقل ولا توجد عاطفة لديهما هل ستكتمل الصورة؟ إنما هي حكمة العليم الخبير التي جعل النساء على هذا المستوى من الفهم والرجال على هذا المستوى من الفهم وهذا لا علاقة له بالذكاء مسألة العقل يقابلها العاطفة فالرجل أقوى في الناحية العقلية أي في التذكر والصمود أمام المواقف بينما المرأة هي أقوى في الجانب العاطفي وهذا لكي تكتمل الحياة أما الذكاء فكم من امرأة إن هي أذكى من الرجل وكم من الرجل هو أذكى من الرجل الذكاء لا علاقة له بذلك نقص الدين أيضا إنما هو لكونها في أوقات العذر لا تصلي كما يصلي الرجل فتبقى ربما عشر أيام ربما تبقى سبع أيام ربما تبقى شهر لا تصلي في حال ولادة وهذا نقص صحيح يا معذورة ولا شيء عليها لكن ذلك فضل من الله عز وجل فضل به الرجل على المرأة في هذه الناحية كما فضلت المرأة على الرجل في نواحي أخرى هذه قصة من الله عز وجل علينا أن نتعامل معها بمقتضى ما تدل عليه الأدلة وأن ننتبه لمثل هذه الأصوات النشاز التي تظهر بين وقت وآخر بقدر تشكيك المرأة في دينها وفي كتاب ربها وفي أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر